بسم الله الرحمن الرحيم طلبت وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا ما حل قطع جديدة من قطع الثانوية العامة فلنبدأ Space travel began in the 20th century بالصفر إلى الفضاء بدأ في القرن العشرين 1961 عام 1961 The Soviet Union sent the first man into space للتحاد السوفيتي أرسل أول رجل إلى الفضاء 80 years later وبعد ثمانية أعوام NASA organized the first successful mission to them إبا ناسا نظمت أول رحلة ناجحة أو مهمة ناجحة إلى القمر Nowadays هذه الأيام Even people who are not astronauts can go to space حتى الناس الممشروبات فضاء يمكنهم الذهاب إلى الفضاء They only need to be wealthy هم محتاجين فقط لأن يكونوا أسريا Because the cost of the flight is very high لأن تكلفة الرحلة عالية جدا The first space tourist was Dennis Tito إبا أول سائح للفضاء كان اسمه Dennis Tito An American engineer مهندس أمريكي Who paid 20 million for a trip to the international space station in 2001 He used to work as a rocket scientist أعتاد أن يعمل كعالم صواريخ Then had a career in finance بعد ذلك كان لديه مستقبل وظيفي في الاقتصاد Finance But he never stopped dreaming about space travel ولكنه لم يتوقف أبدا عن الحلم بخصوص السفر للفضاء His favorite moment in space was when he talked over the radio to his children back home اللحظة المفضلة عنده في الفضاء عندما تحدث عبر لاسلكي إلى أطفاله في منزلهم The first female space tourist was Nusha Anansari قال لي أول سائحة للفضاء أنسى كانت ليه Nusha Anansari An Iranian porn business woman إمرأة أعمال مولودة بإيران She wanted to fly in space so much that she said كانت تريد أن تطير في الفضاء بدرجة كبيرة جدا لدرجة أنها قالت I would go to space even if it was a one way ticket أنا أود أن أذهب للفضاء حتى لو كانت تذكرة بطريق واحد يعني أنها تروح وما ترجعش If it meant going and never returning لو كانت تاني الذهاب وعدم العودة أبدا If it meant losing my life over it لو كانت تاني أن أفقد حياتي فيها After her trip she published a memoir My dream of stars بعد رحلتها نشرت طبعا تاني الذكريات الخاصة بها كان اسمها My dream of stars إبا حلمي بالنجومة عن بعد كرة قاي كينيديان أرتست طعم فنان كيندي has been the most unusual space tourist إبا كان السائح سائح الفضاء الأكثر طعم غرب So far حتى الآن He created one drop foundation هو أنشأ مؤسسة قطرة واحدة whose aim is to provide clean water to everybody on earth واللي هدفه هو تقديم المياه النظيفة لكل شخص على سطح الأرض During his space trip in 2009 أثناء رحلته في الفضاء عام 2009 Guy organized an artistic event نظم تان غاي حدث عن فني Moving stars and earth for water إبا تحريك النجوم والأرض من أجل المياه and had a space to earth conversation with Buno وعمل طبعا محادثة من الفضاء إلى الأرض مع Buno داتان مطرب who was the singer of U2 بدتان مطرب Scientists believe that in the future space tourism will be cheaper العلماء بيعتقدوا بأن في المستقبل الصفقة السياحة الفضاء ستكون أرخصة Thank you to new technologies بفضل التكنولوجيا الجديدة If light prices go down to 15,000 per person اللي لو الأسعار متأتي الرحلات نزلت لـ 50,000 دولار للشخص There may be half a million space tourists each year فربما يكون هناك نصف مليون سائح للفضاء كل عام نشوف الأسئلة ويجابتها مع بعض أول سؤال who were the first people to reach the moon من هم أول الناس أو الشعوب لتصل إلى سطح الأمر طعنها تبقى the Americans بل أمريكان 19 Which field do you think has been greatly affected by space travel أي مجال من وجهة نتعتقد أنه تأثر بدرجة كبيرة بالسفر إلى الفضاء طعنها تبقى communication لإتصالات عندي السؤال بعد كده رقم 20 Why do you think space tourism isn't common with ordinary people لتعتقد بأن السياحة الفضاء ليست شائعة مع الناس العاديين طعنها تبقى الإجابة The cost is high التكلفة عالية 21 What does underlined the pronoun it in the third paragraph refer to the two إبقى اللي تحتها خط في البارغرافي الثالث بتشير إلى إيه طعنها تبقى بتشير إلى space trip اللي هي رحلة الفضاء يعنيها قالت Even if it was a one way ticket حتى لو جاءت الرحلة دياني تذكر باتجاه واحد يعني العودة الزعب وعدم العودة 22 What does the word mean mean بكلمة مموار معناية طعن زي ما قلناها تبقى Personal record لو السجل شخصي أو يوميات شخصية 23 What is one group foundation mainly concerned with إبقى مؤسسة بتاعة قطرة واحدة في الأساس مهتمية به طعنها تبقى الإجابة Providing clean water إبقى إمداد مياه نظيفة 24 The most suitable title for the passage could be أفضل أو أنسب عنوان للكطعة طعنها يبقى Space tourism سياحة الفضاء 25 Which sentences summarize the last paragraph أي من الجمل التالية بلخص البيابراف الأخير طعنها تبقى الإجابة لترسي The cost of space tourism will go down in the future إبقى تكلفة السياحة الفضائية سوف تنخفض في المستقبل شكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته